اشتركوا في القناة الحقيقة انه بعض المؤشرات بتحذر من انه ممكن يحدث نزوح لحوالي 32 مليون نسمة في دول غرب افريقيا مع مطلع عام 2050 وده طبعا من المؤشرات الخطيرة جدا اذا لم يتم التعامل مع التغيرات المناخية بشكل جدي ويكون فيه توائم ومجابها لهذه الظاهرة بشكل كبير وهنا خبراء البيئة بيروا انه لا يوجد مفر من انه يكون فيه تعاون مسمر ما بين الدول المتقدمة والدول النمية لمواجهة هذه الظاهرة اللي لها تأثيرات سلبية جدا على الاقتصاد بشكل عام للدول هنتكلم نهاردة عن تداعيات الاقتصاد يعني بسبب طبعا تغيرات المناخية على المستوى المحلي والمستوى العالمي مع ضيف اللي بيشرفني النهاردة دكتور طهر رمضان باحث اقتصادي وخبير دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات أهلا بحيكا دكتور صباح الخير حمود أهلا بكل مشاهدين في مصر والوطن العربي وأهلا بأسرة البرنامج طبعا دكتور يعني تغيرات المناخية من الظواهر العالمية اللي أصبحت لها خطورة كبيرة جدا جدا على كتير من الدول وعلى اقتصاد كتير من الدول ولكن قبل ما نتكلم عن التأثير على الاقتصاد بشكل عام خليني أعرف من حضرتك أسباب التغيرات المناخية إيه التغيرات المناخية بيبقى طبعا فيها فيه تغيرات طبيعية وفيه تغيرات من صنع الإنسان نفسه وطبعا مع مرور الوقت أو مع مرور الزمن بيحصل تغير بسبب الاحتباس الحراري وبسبب ارتفاع الانبعاثات والسنكوسيدي الكربون والغازات الأخرى الملوثة للبيئة ودي بينتج عنها ارتفاع في درجات الحرارة غير الحرارة الطبيعية بتاع الأرض أو غير الحرارة الطبيعية في كل موقع وبينتج عنها أيضا ارتفاع في مستوى المياه في البحر والاستفاع مستوى التبخر كل دي مشاكل بينتج عنها سلبية كتيرة اقتصادية والسلبيات دي أو المشاكل بالتحديد بتختلف من قطر الآخر من دولة لأخرى حتى داخل الدولة نفسها احنا هنا ممكن نلاقي درجة الحرارة في القاهرة رقم وفي الصعيد رقم وفي أجي بحر رقم وممكن نلاقي حتى نوع الزراعات واجي بحر بيزرع زراعات معينة واجي بيزرع زراعات أخرى القريب من خط الاستواء بيزرع زراعات معينة تبقى للمناخ في كل منطقة اه تبقى للمناخ بيجي المناخ دي يتغير فبيحصل هنا عملية خلل في الانتاج الزراعي نفسه وبيحصل مشاكل وبيحصل تلوس طبعا التلوس أوضعه كتير جدا حرق المخلفات الزراعية بيعمل تلوس قطع الغابات بيعمل تلوس المخلفات من كل المحركات اللي بتستخدم الغازات وتستخدم النفط أو بتستخدم الفحم كل ده بينتج عنه تلوس نسبة ارتفاع عدد السيارات بيتقابل ترضيا مع ارتفاع نسبة التلوس فطبعا مشاكل التلوس كبيرة جدا منها مشاكل أيضا في المخلفات ومشاكل التعامل عدم ثقافة الإنسان برضو بتؤدي إلى ارتفاع حد التلوس فالتلوس يعني مجالاته عديدة وقطعاته كتير جدا فطبعا في النهاية بتصل لنتيجة معينة وهي الجانب السلبي في التنمية الاقتصادية والجانب السلبي على حياة الإنسان ودي أهم نقطة لأن الإنسان نفسه هو يعني بنقول دايما أصل بيدير كل أصول إذا كان الأصل ده صحته بتنهار أو صحته بتتغير فالطبيعي إن انتجيته هتختلف الطبيعي إن نفقاته وأمواله ده ما تدخل مدخرات نفقه بيزيد بيزيد في الإعلاج بيزيد في استخدامه للمية بيزيد في استخدامه لأنواع الغذاء نفسها فده كله بيبقى مؤسرات أو بيبقى حاجات بتدخل في عملية تغيير المناخ أو بتساهم في عملية تغيير المناخ إذن دكتور نقدر نقول إن في بعض الدول قد تكون أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي عن غيرها من الدول الأخرى بالتأكيد الدول وخاصة الدول اللي فيها ثورة صناعية أكبر اللي فيها معدل صناعة أكبر اللي هي دكتور نقدر نقول الدول المتقدمة هي اللي حتتأثر أكثر الدول المتقدمة زي الصين وأمريكا والهند والدول والدول اللي فيها ارتفاع عدد سيارات وارتفاع عدد سكان دي برضو من ضمن الدول اللي بتساهم في عملية التلوث المشكلة للتغيير المناخي يعني أنا ممكن أحافظ في بلدي في مصر هنا على الحد من التلوث بكل أشكاله ولكن هتأذي من دول تانية عشان كده الكثير من الخبراء بيتكلموا وقولوا أن الدول المتقدمة تساعد الدول النامية هي مش تساعد الدول النامية عشان هتشفق عليها هي تساعدها لأنها هي مصدر الضرر للدول النامية فتبرضوا من ضمن المشاكل اللي بتظهر طبعا في العديد من الدول بيرتفع زي ما قلت في الأول أن موضوع التلوث أو التغيير المناخي بيختلف من دولة الأخرى بيختلف حسب وضع الدولة وحسب سياسية الاقتصادية وحسب المناخ بتاعها وحسب اعتمادها على التكنولوجيا أو التطور أو الطاقة المجددة للبيئة أو الطاقة الملوثة للبيئة فهنا بيختلف حسب سياسة الدولة نفسها وحسب ارتفاع استخدامها للطاقة نعم طيب مصر دكتور كأحدى الدول اللي بتسعى لتحقيق التنمية المستدامة ماذا عن تأثير التغيرات المناخية على حركة العجلة الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة والتقدم والتطور اللي الدول بتسعى أنها تصل لي هي التنمية المستدامة طبعا لو احنا ما اهتمناش بعملية الحد من التلوث أو عملية الحد من التغير المناخي هيأثر سلبا على التنمية المستدامة يعني التنمية المستدامة تربطها علاقة عكسية بعملية التلوث لو التلوث ذات التنمية هتقل شوي ليه؟ لأننا عندها هيحصل تصحر هيحصل انخفاض في الكرة الزراعية في الرقعة الزراعية هيحصل زيادة في الأمطار أمطار في توقيطات غير مناسبة هذه الزرع زرعات تناسب درجة حرارة معينة ودرجة الحرارة تختلف وبالمثل قطاعات أخرى عديدة هتتأثر بالتغير المناخي وده يأثر صربة على التنمية المستدامة لو أنا جيت اتكلمت على التنمية المستدامة وعلاقتها بالتغير المناخ هلأ أن التغير المناخ كل سنة بيعمل لي لو أنا عندي ارتفاع في درجة الحرارة اتنين عن المعدل الطبيعي ممكن يعني متوسط ما بين 25% الخفاض في القطاعات الاقتصادية وعلى مستوى العالم بينخفض المقابل النسبة دي بينخفض 10% اقتصاد العالمي يعني يمكن يصل لو قلنا اقتصاد العالمي تقريبا كمتوسط 230 مليون فإحنا عندنا 23 مليون انخفاض بسبب التغير البيئي وبسبب التلوث فأنا كل سنة لما يجي الاستدامة الاستدامة المفروض أن قبوة الاقتصادية تزيد مع الزمن والأجيال الموجودة تلاقي فرصة أكبر من الحالي في الفترة القادمة تبانى الفترة القادمة التغير المناخي والتلوث البيئي بيأثر على العملية الاقتصادية مستقبلا يعني ممكن يلاقي مثلا حصل غرق في الدلتة أو صايدلات في الدلتة خدلي كم فدان انتهى ووقف فيهم الزراعة خلاص هلاقي مثلا ارتفاع في منصوب البحر أو ارتفاع المياه نفسها ممكن من سنكسود الكربون يحصل فاح حمضيات أكبر تأثر على السروة السمكية ففي موضوع كبير شوية نحن نتكلم في التنمية المستدامة وعلاقتها بالتغير المناخي هي العلاقة عكسية لو التغير المناخي لم يتئزات هيقل التنمية المستدامة أو هيقطي لعملية كفاءة الخطط الموضوعة للتنمية المستدامة صحيح أما في مصر احنا عندنا يعني الحمد لله يعني بنشكر القيادة المصرية لأن احنا شغالين الدولة شغالة في فترات الأخيرة من سنة 2014 بالتحديد في نمو في مواجهة التلوث البيئي في نمو في مواجهة التغير المناخ والنمو ده يعني بشكر القيادة المصرية أيضا أن النمو ده بيعالج بطريقة استثمارية يعني حاجات كتيرة جدا ربما الإنسان العادي ما يدركهاش صحيح وجود خطوط المترو الأنفاء تعمل بالكهرباء ارتفاع المسافات اللي استخدمت في مترو الأنفاء ده كان بيعالج كان عربيات وسيارات وبتستهلك أكتر فده برضو غطى جزء كبير ومنعنا يعني رفع جزء كبير من التلوث البيئي صيانة الشواطئ المصرية وصيانة البحار وصيانة الأماكن السائحية عشان الحد من الجرفة أو الحد من التعدي على الأراضي الزراعية أو حتى منع البلاجات والحاجات تحتفظ بوضعها وجود مثلا قوائم خرصانية بتمنع برضو تضافق المياه الخير كل ده بيساهم في عملية الأسر بتاع التغير المناخي طبعا فيه موضعات كتير زي موضوع معالجة النفايات تدوير المخلفات يعني الحكومة المصرية كتعاملة برضو موقع اللي هو مبادرة إيه تدوير صحيح هناك الموضوع دلوقتي بيأتحول لذهب أسوأ الناس بتستغلوا بيجيبوا من كل مكان فارتفاع ثقافة إعادة التدوير أثر حتى التدوير الإلكتروني أثر على حد من عملية التلوث حد من عملية العوامل أو قتل العوامل اللي تؤدي إلى التغير المناخ في مصر طبعا الاهتمام بالزراعة الاهتمام بالجانب الخاص بالمدن الجديدة وارتفاع عدد الأشجار الله يزيل بتكره التوسع في المساحة الزراعية التوسع فيه هنلاقي القرى المدن الجديدة مقارنة هنلاقي المساكن ومفيش عمارة خالية من الأشجار حواليهم فده كل برضو بيساهم في الحد من عملية التلوث ففيه إحنا لو تكلمنا على الدور المصري لا دي عايزة حلقة خاصة وإحصائيات معينة بالأرقام وأشارت كل المعظم وليس كل طبعا أهم الصحف الأجنبية أهم الصحف العالمية أشارت للدور المصري خلال الفترات الأخيرة بدليل أن مصر كان لها جزء أو رقن خاص في مؤتمر كوب 26 اللي عقد في 21 وحاليا المؤتمر ده هيعقد في مصر إن شاء الله ودي برضو شهادة من العالم بكفاءة الإدارة المصرية في التصدي للموقف لأن ده مهم جدا إحنا مش عايزين يأسرع تنمية مستدامة الخطط اللي توضعت دي كلها ببساطة جدا لو أهملنا الجانب البيئي هيؤثر على جانب التنمية المستدامة تأثير سلبا فده طبعا للحكومة المصرية فيه يعني ما شاء في حالة التوازي بين الطرفين طيب دكتور احنا القطاع الزراعي تحديدا قطاعه مهم جدا في مصر يعتبر مصدر أساسي للحصول على الغذاء قد إيه التغيرات المناخية قد يكون لها تأثير سلبية على القطاع الزراعي وده بيهدد بقى فكرة الأمن الغذائي مش بس في مصر ولكن بالنسبة للدول كمان اللي بتعتمد على الزراعة كمصدر أساسي لديها للحصول على الغذاء الزراعة العمود الأساسي للإستقرار في الحياة بشكل عام والعمود الأساسي للأمن القوم المصري والعمود الأساسي للحياة الاقتصادية في مصر لأن اقتصاد زراعي يعني زراعات يعني غذاء أمن غذائي يعني فيه ليست زراعات حقلية فقط أو فواكه أو خضرات فيه إنتاج حيواني كل ده بيساهم بوضع كبير جدا أو بنسبة أكبر في العملية الصناعية طبعا يعني صناعة الجلوت صناعة كل الصناعات اللي تدخل في مخلفات الحيوانات سواء المخلفات وهي عايشة في صورة سماد أو في صورة أي منتج أو بعد ما بتتدبح مخلفات بتاعتها بتدخل المجازر وبتدخل في صناعات معينة الأخشاب مثلا بنقاش الرز من المخلفات الزراعية طلع من الزراعة القطن خارج من الزراعة يعني فيه صناعات كتير جدا معتمدة على الزراعة فالزراعة أهم رطن اقتصادي في العملية التنموية الجانب الثاني الأسر بقى طبعا لو إحنا قلنا إيه الأسر للتغير البيئي لو ارتفع درجة الحرارة بتأثر على العديد من المنتجات يعني ممكن أنا بزرع مثلا زرع تقليدي أو زرع مزروعات حقلية بزرع مثلا فواكه بزرع طماطم بزرع حاجة دي في شهر معين المزارع بيزرع في شهر معين ما في موسم للزراعة مرتبط بدرجة الحرارة في التوقيت ده تيجي درجة الحرارة تختلف إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انخفاض في الانتاجية ألاقي السمرة مثلا لو طماطم وزنها قد كده أو الخمسة بيجي كيلو ألاقي اللي عشرة بيجي كيلو بيزنوا كيلو الحجم قل أو انكمش ليه لأن التغير البيئي أثر عليه فهنا انتاجية الفدان بتقل سواء من طماطم من فاصوليا من أي منتج تاني من انتاج حتى الفواكه نفسها الفواكه لو جينا للمعظم الفواكه لو حصل ارتفاع في العواصف وأثناء المانجوم بالظاهر اللي لست بتاعه طالع بتيجي كده خلاص إحنا الموسم اتقضى عليه من السفر صحيح هلاقي الزهور دي كلها سقطت الزهور دي كلها تبادرت خلاص يجي الطرح ما فيش ربع الطرح للشجر ده فبالمثلة على بقى المنتجات فالانتاج الزراعي هيحصل انخفاض في الانتاجية هيحصل انخفاض في الرقعة الزراعية لأن فيه تصحر هيتم هيحصل ارتفاع في استهلاك المياه لأننا عندي درجة حرارة فبيضطر محتاج مياه أكتر وإحنا في أمس الحج لترشيد استهلاك المياه لأن احنا عندنا مشكلتين في استهلاك المياه بنوسع في الرقعة الزراعية فعايزين مياه أكتر فإيجي التلوث أو الجانب المناخي يتغير عايزين استهلاك مية أكتر للي احنا وسعناه كمان فأنا عندي هنا حصل اعملات اتجاهين زيادة عن الوضع الطبيعي للمية طيب أنا حصل عندي الخفاض في الجانب الانتاج الزراعي هنا برضو في مشكلة تانية ودي ممكن نبصلها بصة صغيرة جدا الأسر المصرية اللي عنده فدان واثنين وثلاثة على قد البيت الانتاج قال ما بقاش يكافئ مفقات الأسرة فبيحصل إن لو فيه الأب وفردين من الأسرة بيشتغلوا معا لا واحدة يعود الباقي يسافر فهنا برضو ده عامل مهم من عامل الهجرة أو الخروج أو عامل الطارق يعني حالة من العزوف عن العمل الزراعي والجانب التاني بدل ما فيه تشجيع على تنمية زراعية تبدأ يحصل تقاس أو إحباط من عملية الاستثمار الزراعي على المستوى الصغير أيضا على مستوى كبير الشركات اللي بتاخد أرض زراعية بتحسب تكلفة وعائد فيلاقي إن يفاجأ إن العائد إيه بينخفض حتى عشان أكد كلامي ده لو جينا للأجداد والناس الكبار اللي بتشاره في الزراعة من فترات سابقة يقول إيه هو بيتكلم في ناحية عقادية عندهم بس هو مش فاهم الأثر اللي إحنا فيه هو بيقول إن البركة قلت ده الفدان كان بيجيب 12 أردب بيجيب 8 هو مش مدرك إن فيه شمس زادت عن المعدل عوامل بيئية مؤسرة مش مدرك سخونة الأرض طبقة الأزون مش مدرك الغلاف الجوي اللي تغير حول نص زرع فبالفعل دي ملموسع يعني على فترات السنين كل شوية يقول لك كل فترة معينة يقول لك الإنتاج بيقل الإنتاج بيقل الإنتاج بيقل والكفاءة واحدة والشغل واحد وكل حاجة بس العوامل بيئية هي المؤسرة ولكن التأثير بتاعها غير مفاجئ يعني أنا مش هزر على زرع ولا إيه إنشفت أو جفت مرة واحدة لا ده فيه بيجي بالتدريج بالتدريج بالإضافة إلى إن حتى البحر نفسها بتمتص سانيكسيد الكربون فما بيزيد سانيكسيد الكربون بيحصل حموضة في البحر فالحموضة بتأثر برضو على لو المياه دي مستخدمة في أي حاجة زرعية في أي نوع زرعي وبتأثر على السروة السمكية بالتحديد كل ده مش هنخد فيه كتير بس ولكن هيحصل فيه مشكلة تانية اللي هو الصادرات بتنخفض صحيح والواردات بتزيد وهنا بيحصل عملية عجزة في الميزان التجاري فده برضو من ضمن المشاكل اللي ممكن تحدث أو بتحدث نتيجة الأسر السلبي للتغير المناخي على الإنتاج الزراعي نعم طيب دكتور المؤشرات العالمية بتقول إيه دلوقتي فيما يخص تأثير تغيرات المناخية على اقتصاديات العالم وهنتكلم بوجه خاصة كمان على اقتصاد مصر الدقيق إحنا محتاجين إن يكون فيه تأقلم مع هذه الظاهرة اللي مش هنقدر نواجهها أو مش هنقدر نحنا يعني نقف أمامها لأنها ظاهرة طبيعية فمش هنقدر نتحكم فيها ولكن اللي ممكن نعمله دلوقتي إن إحنا يكون فيه مواكبة لهذه الظاهرة وتأقلم معها المؤشرات بتقول إيه اللي جاي في الفترة القادمة ومحتاجين نعمل إيه ونفعل إيه بالزبط عشان نقدر يعني نفضل كده فيه مرحلة الأمان أو فيه منطقة آمنة ما يكونش فيه تأثير كبير على الاقتصاد بشكل عام هو التأثير بالنسبة للاقتصاد العالمي يعني هو متوسطه الفترة اللي جاي وصل لعشرة في المئة في الاقتصاد الاقتصاد على مستوى العالم أما المؤشرات الخاصة بكل دولة بتختلف لطبعتها الوضع البيئي بتاعها الوضع الجغرافي وموقعها والسياسة الاقتصادية أو السياسة التنموية خاصة بيها والمرتبطة بالتنمية الصدام والمرتبطة بالعوامل بمواجهة العامل الباقي وإزاي يبقى فيه مرونة وعدم المرونة مع التعامل وإيه البدائل التانية إن احنا ممكن نتجاهها في حالة إن احنا نتفادى هذه الخسائر فهنا كل دولة بيقالها تقوس معينة أو لها أساليب معينة فنسبة ممكن ألاقي عندي مثلا نسبة العجز في الزراعة 5% في بعض المنتجات بيصل لـ 25% بعض المنتجات فيه منتجات ارتفاع الحرارة بيعلي إنتاجيتها زي القط يعني مش كل المنتجات فهنا السياسة المفروض في كل دولة أو السياسة الخاصة بكل دولة ما أقصدش السياسة العامة أقصد السياسة الاقتصادية نفسها يعني أنا عندي منتج بيتحمل الجفاف أعلي إنتاجيته يعني بدلما أزرع مثلا 10 أفدنا مثلا منتج أصب مثلا لأ ممكن أزرعهم سمسم أدور على منتج تاني يعني دي المرونة والتعامل مع المشكلة أما النسب المؤشرات الاقتصادية بتختلف من وقت الآخر ولكن يعني حقيقة من خلال اطلاعي ونندهشت الملئة مؤسسات أو صحف أجنبية بتتكلم عن مصري الفترة الأخيرة دي احنا عندنا بعض يعني بعض المخاطر اللي كانت متوقع انخفضت يعني في بعض المؤشرات كانت متوقعينها من عشر سنين من سنة 2014 ومن سنة 2011 ومن سنة 2010 دلوقتي المؤشرات دي كانوا بيقولوا المعدل الفقد في المسل الزراعة معدل الفقد في الاقتصاد هيصل للمنتج كذا زي الآن حسنا عشرين في المائة لا هو أقل من كده فده يدل برضو ان السياسة اللي ماشية في مواجهة في اتجاه سليم اه في اتجاه سليم واحنا في حالة يعني كنا قبل كده يعني في النسبة للدول المكافأة أو الدول اللي اللي بتحارب التلوث البيئي أو اللي بتحارب التغير المناخ مصر كتواخد دولة على خمسة عشر وانتقلت للدولة 18 وانتقلت للدولة 19 ودلوقتي في بعض الشرايح اللي هي معا بين خمسة ودلوقتي حاليا مصر بتقارن بامريكا وتركيا والصين تقريما في مواجهة عملية أثر المناخ فده بيرجع طبعا زي ما قلت بشكل عام في فقد اقتصادي بس بشكل خاص اللي كل دولة بيختلف حسب وضعها وحسب الماء اللي بتحطها صحيح حسب استحراء يعني مصر على الرغم من المواجهة اللي عندها يحطها بحرم الجنبين فيه مسافة كبيرة ومساحة كبيرة جدا جفاف صحراء فده مع الرغم من وجود العقبات دي إلا أنها بتسير في الاتجاه الصحيح ونعمل طبعا اللي كله بـ 27 يعني يستغل بشكل أمثل وبشكل أفضل إن شاء الله بإذن الله فده ملخص المواشرات أو بشكل عام بدون نسب يعني ده دكتور مهم أن يكون فيه مزيد من التوعية بمخاطر التغيرات المناخية ويكون فيه إدراك إنه هذه الظاهرة فعليا قد يكون لها تأثيرات ممكن تتفاقم إذا ما كانش فيه تعامل معها بالشكل الصحيح إحنا عايزين يعني الدور الإعلامي مهم جدا تفعيل الدور الإعلامي تفعيل الدور الإعلامي تفعيل الدور المؤسسات الدينية كان الأظهر أو الكيميس نعم الدعاء نفسهم يبقى عندهم ترشيد للموضوع له لأن الحاجات دي مهمة جدا المستهلك أو المؤثر الشخص الإنسان نفسه هو أول واحد مضرور وأول واحد بيدر يعني الإنسان نفسه هو عمود النجاح في الموضوع بخلاف بقى المشروعات اللي بتقرها الدولة زي مشروع الطرق مشروع الطرق ممكن حد يبص ليه على إنه مشروع تسهيل حركة نعم المشروع ده أنا من وجهة نظري مشروع ممتاز جدا في حاجة معينة إحنا عندنا كم سيارة في البلد عندنا لا يقل عن 25 ملك نعم طيب 25 كم مليون سيارة تتحرك يوميا لو افترضنا نحسب المليون والواحد مليون سيارة واحدة بتتحرك قبل إنشاء شبكة الطرق دي كان الوقت بياخد قد إيه كان بياخد لا يقل عن مرة ونص من الوقت الحالي يعني لو هاجي مشوار في ساعة كان بياخد معي ساعة ونص طيب النص ساعة للسيارة وقفة في كل إشارة عشر دقائق ربع ساعة نص ساعة وهكذا بتستهلك محركات قد إيه وبتلوس قد إيه لو قلنا بتستهلك يعني نص لتر أو لتر بنزين اللتر النهاردة بكام لو كلمنا بعشرة جنيه أو في مليون يبقى العطلة بعشرة مليون جنيه للمليون سيارة طيب مش على تكلفة العطلة دي لا الانبعاثات اللي خرجت من المليون سيارة صحيح اختفت نتيجة الطرق الموجودة دي نشأل ما اختفتش كلها لا الزيادة اللي كانت ناتجة عن تعطل الطرق اختفت فده من ضمن العوامل لعملية مواجهة التغير مناخ او الحد من التلوس البيئي الجانب التاني احنا عندنا دلوقتي ما يقرب من 480 الف سيارة بتعمل بغاز طبيعي وفكرة التحويل للغاز طبيعي ربما المستهلك او صاحب السيارة فكرة صديقة للبيئة صديقة للبيئة ومطهرة للبيئة اكيد الانسان هنا ما عندوش الوعي الكافي او المواطن ما عندوش الوعي الكافي لما تجد قوله غير الغاز طبيعي هو بيبصر التكلفة طب كم مليون سيارة لسه ما تغيرتش ولما تغيروا الفرق هيكون قد ايه فده برضو هيساعدنا عملية التلوس اللي خارجة او العوادم اللي خارجة من السيارات كانت على الطرق التشجير كان ضعيف لو بصنا العشر سنين فاتوا كان التشجير ما بيخدش المنظر الجمالي اللي بنشوفه دلوقتي لان كان التلوس اعلى فطبعا المستهلك او الانسان المواطن هو اساس عملية تحقيق الانجازات اللي الخطة ماشي على اساسها لان هو لازم يعرف ان لو حرق قاشر رز هيعمل تلوس بيئي يعمل مشاكل بيئي ولازم يعرف ان لو حرق الكويتش هيعمل مشاكل بيئي طب ايه البديل لازم نفهمه ان قاشر رز اللي عندك لو حجمه بسيط خزنه لما يبقى حجمه كبير وحده هيجي يشتري منه واعلن عن نفسك او الكلام ده لازم يعرف ان حرق المخلفات في مكان عام او مكان هتعمل مشاكل معينة لازم يعرف ان سيارته اللي مش بيغلاش كمان كل فترة معينة ويكشف عليها ويشوف اثر العادة بتعمل تلوس فالانسان هو الحلقة المهمة في الموضوع لان اساس عملية التنمية المواجهة او التنمية المستدامة اللي مكافأة مع تغير المناخ هي في الاساس بتهدف لخدمة الانسان اذا دكتور يعني دور الدولة اكيد مهم جدا ودور الدول بشكل عام مهم في مواجهة تغيرات المناخية ولكن دور الافراط ايضا مهم لانه يعني الانسان زي ما دكتور التفضل وقال هو مسؤول يعني قد يكون اساسي ايضا في هذه الظاهرة او تفاقم هذه الظاهرة بيحتاجين يكون فيه مزيد من الوعي مزيد من الادراك لمخاطر ظهارة التغيرات المناخية يكون فيه تكاتف ما بين الدول بعضها البعض يكون فيه دعم من الدول المتقدمة للدول النامية بما ان هي ايضا من الاسباب الاولى لهذه الظاهرة بسبق التلوث يعني الناتج عن الصناعات والاستخدام طبعا الملوسات المتعددة وبالتالي محتاجين يكون فيه تفعيل هذا الدور الهام جدا بين الدول بعضها البعض للتصدي لهذه الظاهرة بشكر حضرتك جزيلا يا فندي مع لابودك نهاردة معي شرفتين ونوارتين شكرا لأسرة القناة وشكرا لكل الوطن العربي وشكرا لبلدنا الحبيبة مصر شكرا جزيلا دكتور طه رمضان باحث اقتصادي وخبير دراسات الجدوى الاقتصادية وتقييم المشروعات مشاهدينا فاصل قصير وبعض الفاصل نرجع معكم وفقر حورية جديدة انتظرو موسيقى